اهلا بكم الى حوار المساء انطلقت اليوم في مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بابوظبي اعمال مؤتمر يبحث التأثيرات المحتملة للتطورات التكنولوجية في مختلف المجالات وايضا رهانات المستقبل ولا يختلف اثنان على ان ملف التبعية التكنولوجية يشكل احد ابرز التحديات التي ستواجه منطقتنا في العقود المقبلة كيف يمكن الحصول على التقنية الحديثة دون السقوط في فخ التبعية وما هي الاليات الامتل لتطوير خبراتنا الخاصة باستخدام التكنولوجيات المتطورة مع الحفاظ على الاستقلالية وتوسيع التجربة وايضا المعرفة حوار المساء سيتناول اليوم اذا هذا الملف بابعاده وتأثيراته المختلفة ارحب بضيفي في حوار المساء معنا في الاستوديو استشاري تكنولوجيا المعلومات في شركة جي ان كي المهندس عاصم جلال ومعنا من دبي خبية تقنية المعلومات الدكتور معتز كوكش ويمكنكم انتم مشاهدين المشاركة دائما في الحوار من خلال طرح يسيرتكم واستفساراتكم على تويتر وايضا فيسبوك اذا ارحب بضيوفي وابدأ معك سيد عاصم يعني هل التبعية قدر لا مفر منه فيما يتعلق بالتكنولوجيا انا لا اعتقد ان التبعية قدر لا مفر منه ابدا ولكن اعتقد ان احنا مشكلتنا يعني فيه اسلوبين دايما باسلوب جلد الزيت ان احنا نقول واحنا وعندنا مشاكل وكذا واسلوب المؤامرة الدولية علينا كعربيان انا بفضل ان احنا نركز ان احنا يمكن مشكلتنا تتلقص في ثلاث حروف الرأ والالف والدل الارادة والادارة احنا محتاجين ان احنا عندنا ارادة ان احنا عندنا استقلالية والارادة دي بتتمثل في ان الحلم مع تحقيق الحلم مش مجرد الحلم والادارة هي تحقيق الحلم لكن بالعودة يعني الى الارقام والواقع نسبة التبعية التكنولوجية لدول المنطقة للتكنولوجيا الغربية يعني ما هي لساق؟ عالية جدا احنا مستهلكين للتكنولوجيا المعلومات ولسنا منتجين لها يعني باستثناءات بسيطة جدا في الاجمالي بتاع الصرف استهلاك الوطن او الشرق الاوسط وشمال افريقيا استهلاكه في التكنولوجيا المعلومات السنة السنة 2014 متوقع ان 30 مليار دولار من 30 مليار دولار الجزء المنتج محليا هو بعض الخدمات وبعض البرامج النسبة ضئيلة وهزيلة من 30 مليار دكتور معتز مساء الخير ارحب بك يعني كيف تفسر هذا الرقم الكبير الذي تحدث عنه المهندس عاصم يعني فيما يتعلق بالتبعية للتكنولوجيا الغربية نعم اخي فيصل مساء الخير ومساء الخير للمهندس عاصم طبعا النقطة جوهرية طرحها المهندس عاصم هي حجم الانفاق على قطاع التكنولوجيا ولكن قد لا اتفق كثيرا معه في هذا الموضوع لان هذا الانفاق قد يكون اصلا ناتج عن غير التبعية زيادة الانفاق لا تعني بالدرجة الاولى هي تبعية نشاهد اليوم مثلا الابداعات التي تحصل في الحكومة الالكترونية مثلا على سبيل المثال دولة الامارات العربية والتحدى هو نموذج ناجح للحكومة الالكترونية وتقنيات الحكومة الالكترونية اليوم تفوقنا نحن كعرب او كامة عربية او اماراتية تفوقنا على كثير من الدول الغربية التي اصلحت تأخذ التقنيات الحكومة الالكترونية من عندنا فبالتالي هذا كله كان انفاق اصلا يعني احنا لو اخذنا تجزئة هذه الارقام طبعا حسب احصائيات شركة اي دي سي التي اشارت ان حجم الانفاق على قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق اوسط سيصل الى 23 مليار دولار في العام 2014 منها 8 مليارات دولار هي انفاق حكومي على تكنولوجيا حكومية تطوير انظمة القطاع الحكومي فهذا طبعا نوع من التحرر من التبعية علينا ان نحدد ماذا نقصد بالتبعية هل هي التبعية في هناك كثير من او شتى مجالات في التكنولوجيا لكن اليوم سنتكلم عن التبعية في الاجهزة التبعية في البرامج التبعية في الانظمة الحكومية علينا ان نحدد ما نوع التبعية انا وجد نظري اجد ان هناك تبعية نعم هناك تبعية موجودة في تطوير مثلا في الاجهزة شفنا في الماضي احدى الشركات قامت بتصنيع جهاز سمارتفون وقالت ان هذا الجهاز هو صناعة محلية ولكن بالنهاية كان جهاز منتج صيلي لا توجد هناك مبادرات تصنيع تلك الاجهزة في دولنا العربية ولكن على صعيد مثلا ذكرت او ركزت على موضوع حكومة الالكترونية نعم نحن في المنطقة العربية او منطقة الخليج الخاصة وفي الامارات نعد نموزج احتذفية في كثير من دول العالم وتقدمنا على الولايات المتحدة في هذه البرامج سيد عاصم الحديث كما تحدث الدكتور معتز عن مسألة التطبيقات المتعلقة بالاجهزة الذكية البداية من التخلص من التبعية من هذه التطبيقات هل البدء من هذه التطبيقات يمثل اولوية ويمكن البدء من طبعا انا اتفق معا ان استخدامات تكنولوجيا المعلومات في الحكومة الذكية والمدن الذكية هو استخدام جيد وبداية موفقة جدا ولكن المكونات وهي دي اللي هو حاول يشير لها في كلامه ان الاستخدام شيء والمكون شيء تاني المكون هو برامج المكون هو اجهزة المكون هو تقنيات في براءات اختراع طبعا لما بنئس تكنولوجيا المعلومات بنئسها لكن اي شخص يسمعنا يعتقد ان التخلص من التبعية يجب ان يبدأ في الصناعات الثقيلة المسال وليس في الامور المتعلقة بالتكنولوجيا الدقيقة وايضا الهواتف الذكية اعتقد ان الموديل اللي انت بتكلم عنه ده الموديل القديم اللي هو الموديل الصناعي بالوقت احنا في عالم زي ما تقول الجلوبال الجلوبال اللي هو كل الدول بتاعتمد فيها على بعضها وبالتالي دائما الدولة بتاعتمد يعني التركيز على الصناع اللي تقدر تنجح فيها بسهولة نتيجة المكونات بتاعت الصناع دي الموارد اللي عند الدولة فمثلا في الوطن العربي اغلب الدول الوطن العربي فيها شباب في السن اقل من 30 سنة فاكتر من يعني يشكل اكتر من 50% من التركيبة السكانية في مجمل للدول العربية وبالتالي التركيز على صناعات تعتمد على البشر الدول وعلى ملكاتهم الفكرية وقدراتهم زي مثلا تطوير البرامج دي صناعات عظيمة يعني لو قد مثلا تطبيقات الهاتف المحمول كمثال لهذه الصناعات انت بتتكلم على صناعة النهار ده حجمها حوالي 20 مليار دولار دوليا بس هتموا ل 68 مليار دولار في خلال 3 سنين احنا ايه نصبنا من الصناعات دي صناع بكر سهل انك انت تقدر المتطلبات فيها يوم مجرد شباب عنده معلومات اكتر عن تطوير البرامج دي عنده فكرة في التسويق عنده فدي صناعات سهل انك انت تقدر تحفيها بينما لو دخلت مثلا في صناعات زي نانو تكنولوجي او غيره هتلاقي ان المعالج الحاسب الالي الدقيق او غيره كل دي فيها يعني barrier to entry او عائق على الدخول في الصناعات دي اكبر كتير من صناعات نعم طيب يعني دكتور معتز ما الذي يعيق يعني الدخول في مسألة الصناعات او البدء حتى لو كانت في مجال التطبيقات المتعلقة بالهواتف شوف اخي فيصل طبعا لنجاح اي مشروع لتخلص من اي موضوع اليوم نتكلم عن التبعية هناك لقطتين رئيسيات ينبغي اخذهم بعين الاعتبار وجود التمويل المالي هذه النقطة الاساسية وجود طوال العقول او الشباب او العقول المفكرة في هذا الموضوع اليوم اذا نظرت الى شركات عالمية شركات منتجة للتكنولوجيا نحن مستهلكين لها مثل جوجل او مايكروسوفت او كثير من الشركات حتى نريد ان نسمي اسمها من يقوم بادارة تلك الشركات او من يشرف على اقسام حيوية في هذه الشركات هي عقول عربية فاليوم احنا نجد ان هذه العقول تهاجر من بلدان العربية الى تلك الدول او الى تلك الشركات لتديرها وتنتج هذه الصناعات التكنولوجيا بالتالي تصديرها للدول العربية الان مشكلتنا في الدول العربية وهذه النقطة قد شرقت لها ايضا في لقاء سابق لي مع سكاي نيوز انه عدم وجود مؤسسات ترعى هذه العقول طبعا هذه المؤسسات تحتاج ايضا للدعم المادي اليوم العقول واحدة لا تنفع كثير من الدول العربية هي دول متوسطة تدخل بالنسبة للاشخاص او تحتاج هذه الصناعات الى ميزانيات عالية فلو وضعنا تلك الميزانيات الموجودة اليوم مع تلك العقول في تحت مؤسسة واحدة قد نقوم بانتاج شيء يوازي ما ينتجه الغرب طبعا ونصبح نحن مصدرين لتلك التكنولوجيا ولستنا تبعيين لها شفنا طبعا انا من ثلاث سنوات القينا الضوء طبعا على نظام شبيه بنظام الفيسبوك ولكن للأسف كان هو شبيه لحد كبير جدا لدرجة لهم قاموا بتقليد الالوان وقاموا بتقليد الشعار وما شابه والسبب في ذلك انهم استخدموا سيرفرات موجودة سيرفرات امريكية قاموا باستخدام برامج ومعدات ايضا موجودة في امريكية فلم يكن هناك اي نوع من الميزانية التي ضخت في هذا المشروع ولكن العقول التي عملت عليه كانت فعلا شيء رائع جدا واحد الاشخاص الذي قام بهذا المشروع ايضا انتقل للعمر ضمن شركة فيسبوك في ايرلندا طيب يعني بالحديث عن الاولويات يعني غير المسألة التطبيقات الهواتف الذكية نتحدث عن الاولويات ما هي ايضا مجالات الصناعة الاخرى التي يمكن البد منها في التخلص من مسألة تبعية سيد عاصم انا اعتقد ان بعض الصناعات زي ما احنا قلنا لها مردود اقتصادي او مردود اجتماعي حتى توظيف عدد كبير من الناس وغيره ولكن في صناعات لها اهمية استراتيجية بتخش تحت الامن القومي يعني الحلونا بصينا على التسريبات اللي طلع بها سنودن مؤخرا عن قدرة المؤسسات الامريكية على فك تشفير كتير من الاساليب الشفرة المختلفة او الانكريبشن مجرد لوجود مواقع معينة داخل امريكا وبالتالي بديها الحق القانوني ان هو يقدر يخش ويطلب فتح التشفير وكذا بيدفعنا حتى لو كانت مشفرة يستطيعون فك هذا التشفير يقدر بحل تكنولوجي ان هو يحاول ان هو يفك التشفير او بحل قانوني ان هو يقدم خطاب يجبر الشركة ان هو تحت القانون الامريكي ان هي تتيح له هذه الاسرار وبالتالي اتجاه دولة زي ألمانيا مثلا ان هي تحاول ان تعزل الشبكة بتاعتها بيدفعنا نحن نفكر هل التشفير بتاعنا ان نحن نشفر مع المالية تم التجسس على انجيلا ميركل المستشارة الألمانية يعني هذه احد دوافع ايضا لأولويات فيما يتعلق بالتبعية طيب يعني ايضا تحدث الدكتور معتز في مسألة انها توجد الموارد المالية ايضا الكفاءات يعني هل توافق على انه توجد لدينا الكفاءات للبدء بالصناعات انا اعتقد بالنسبة التطبيقات الحاسب الزكية ايه الموارد المالية المطلوبة فيها مفيش موارد المالية مطلوبة يعني الشخص العمل واتساب لو قدرنا نبص نطلع على الاستثمارات التي تحطت في الموضوع التي تتباع مؤخرا بت 19 مليار دولار الاستثمارات فيه برامج بتحتاج بس فيه مجمالها تطبيقات الحاسب الهواتف الزكية هي تطبيقات معمولة او يعني المحتاجين نعمله هو النوع من انواع تنمية مهارات بعضها متعلق بالتسويق والإدارة ان ازاي نقدر نحصل على الفكرة ازاي نقدر نعمل تسويق للفكرة ازاي نقدر نوجه البرامج في الاماكن او في الاحتياجات التي تحت المواطنين جزء منها مربوط بنوع من انواع ثقافة النجاح يعني احنا في الوطن العربي محتاجين نشجع ثقافة النجاح زي ما في دول زي الامارات ودول تانية عرفت ان هي تشجع الشباب ان هما يدوروا عن النجاح ده زي ما قلتلك الموضوع ارادة وادارة يعني مسألة المناخ جدا مهم يعني انتقل بها النقطة الى الدكتور معتز يعني الدكتور معتز يعني كما تحدث سيد عاصم يعني اهمية وجود المناخ يعني مسألة تحقيق مثلا واتساب على سبيل المثال بيع بأكثر من 19 مليار دولار ولم يتطلب سوى شركة ربما صغيرة بدأت ثم حققت هذا الرقم الكبير يعني لماذا لم نجد مثل هذه التجربة اذا اذا كانت لا تحتاج الى موارد مالية كبيرة وموجودة الكفاءات لماذا لم نشهد مثل هذه التجربة في الوطن العربي بشكل نعم نعم دعني قبل ما ادخل في هذه النقطة رد نوضح النقطة مهمة بس للمهندس عاصم انا قصد في البداية انه وجود التمويل زائد الكفاءات هي لتصنيع لماذا قصد هنا تطوير التكنولوجيا التطبيقات نعم كما ذكر التطبيقات لا تحتاج الى موارد مالية ولكن تحتاج الى الثقة ونسأوضحها الآن طبعا بالنسبة للسؤال لكستاذ فيصل لكن قصد الموارد المالية تضخف صناعات تكنولوجية على سبيل المثال يعني اخر الابتكارات اللي سجلت مثلا لحكومة دولة الامارات هي التبعة في مطار دبي تلك السيارة التي قام تصميمها مجموعة من الشبان الاماراتين سيارة تجوب المطار وتفحص حقائب الركاب بدون ادخالها ضمن اجهزة معينة يعني الراكب اثناء تواجده في ارض المطار تقوم السيارة فقط بجولة في المطار وتقوم بفحص هذه طبعا التكنولوجيا طورت بوجود موارد مالية ايضا وكفاءات بشرية فانا قصدت الموارد المالية والكفاءات لم أقصدها في التطبيقات فقط الان بالعودة الى النقطة الثانية استاذ فيصل بخصوص التطبيقات مثل تطبيق الواتساب كما استفت سابقا هناك كثير من التطبيقات العربية ايضا كانت تطبيقات ناجحة ولكن تحتاج الى بناء الثقة اليوم عندما اطلق فيسبوك موقع للتواصل الاجتماعي وجد كثير من الاشخاص وجد في الولايات المتحدة واحدة اكثر من خمسين مليون انضم اليه بالسنة الاولى والسنة الثانية ولكن هل نحن كعرب لدينا ثقة فيما ننتج هذه النقطة الاساسية اليوم لو انا قمت بانتاج برنامج شبيه للواتساب كم شخص ينضم وما هي مدى ثقة الجمهور الغربي مثلا او المستخدمين الغربي بهذا البرنامج العربي اي برامج تحظى بنفس الجودة ايضا حتى تحظى بهذه الثقة قد تحظى بنفس الجودة او اكثر ولكن كيف نعزز الثقة في برامجنا نحن التي ننتجها كما استفنا سابقا البرامج والتطبيقات لا تحتاج لها صرف مالي كبير او جهد بشري كبير لكن تحتاج لها الثقة نجاح اي برنامج يعتمد على نجاح عدد المنتسبين اليه شفنا الواتساب شفنا الان برنامج شبيه في الواتساب وبرنامج روسي اسمه تليجرام الان يحاول ان ينافس الواتساب لكن تحتاج لها زرع الثقة في هذا البرنامج لحتى يستقطب عدد كبير منه نجاح الفيسبوك يعتمد على نجاح عدد الاشخاص الذين انضموا اليه فأي نجاح التطبيق يحتاج لعدد كبير من الاشخاص الذين انضموا لهذا التطبيق او يشتروا هذا التطبيق وبالتالي يعلن نجاحه نعم ايضا جانب اخر مهم هناك من ينظر لانا نستورد هذه التكنولوجيا ليس فقط لاحتياجاتنا يعني دون دراسة وايضا يتم التجديد وتحديث هذه التكنولوجيا مما يزيد مسألة او حجم التبعية للتكنولوجيا الغربية ما رأيك سيد عصر يعني هو العصر اللي احنا عاششين فيه بالقطع عصر استهلاكي يعني استهلاك الهواتف الزكية استهلاك الكمبيوتر اللوحي عالميا فيه جزء كبير نجاح تسويق ان هو بنا بستهلك هل انا محتاج كل التقنيات دي او غيرها ده سؤال يعني مطروح بس النقطة الاهم بالنسبة لنا احنا كعرف اي تجارة بيبقى فيها انت عندك منتج بتنتجه بتصدره ومنتج بتستورده احنا لازم يعني زي ما حبيت وابأكد تاني عن اللي احنا بنعمله ان احنا ممكن عندنا استخدامات جيدة للتكنولوجيا بس ما هي براءات الاختراعات اللي احنا عملناها ما هي الانجازات اللي نقدر نصدرها لغيرنا عندنا خبرات يعني زي ما تفضل لاخ لما قال ان احنا عندنا مثلا حكومة زكية او كذا ممكن نصدر جزء من خبرة معينة او حاجة معينة بس احنا محتاجين نعمل براءات اختراعات لان هذه الاشياء يمكن نقلها ونسخها لكن المشكلة التبعية تكون من مرحلة الاستيراد حتى ايضا مسألة التشغيل والتدريب على الصيانة اشكرت هي بتبتدي من اول مرحلة البحث والتطوير لو انت عندك البحث والتطوير بتاعك والصرف بتاعك يعني انا اتفق معاه في نقطة الصرف ان الصرف يكون في البحث والتطوير في المجال الاول لان ونسنا كانت اول ما بتعمل البحث والتطوير بتعمل براءات الاختراع حتى غيرك لما يستخدم نفس المعادلة بتاعتك دي لازم يدفع لك حقوق براءات الاختراع بتاعتك بينما لو انت عملت مثلا منظومة معينة وجات دولة تانية عملت نسخة من منظومة بتاعتك ما تقدرش تطالبها ببراءات الاختراع او بتوريد اموال معينة وبالتالي عشان تبقى تكنولوجيا المعلومات صناعة لازم تدخل موارد موارد للبلد مش مجرد ان وعشان تدخل موارد لازم نستثمر في موضوع براءات الاختراعات في موضوع التطوير لازم نربط التعليم مع الصناعة ونربط التعليم والصناعة مع البحث الهي المسلس ده هو اللي حق لكن ايضا هناك رأي وانتقل به الى الدكتور معتز يعني هناك من يرى ان مسألة التبعية مسألة فيها نظرة قاصرة للامور وان العالم تغير واصبح هناك اتجاه للمنفعة المتبادلة يعني ما رأيك في هذا الرأي طبعا هذا الكلام موجود يمكن اشار اليه كمان حتى المهندس عاصم في بداية حديثه ان هناك نعمل التشارف في الصناعات يعني نجد اليوم احد المنتجات مثلا على سبيل المثال الجهاز الايفون او جهاز السامسونج المكونات ليست مصنوعة بالكامل من قبل شركة سامسونج او من قبل شركة ابل هم يلجؤون للتعاون فيما بينهم المعالجات تصنع في شركة طيب يعني على صعيد المنطقة والوطن العربي يعني اذا ما تحدثنا عن تبادل منفعة في مجال التكنولوجيا من اين يمكن البدء طبعا من تصدير الخبرات كما اشرت سابقا الخبرات هي الأساس في هذا الموضوع بعض الدول تمتلك الخبرات ولا تمتلك الدعم المادي وبعض الدول اللي لدينا في الوطن العربي تمتلك الدعم المادي ولا تمتلك الخبرات يجب ان يكون هناك منظمة او شيء مثلا تحت مظلة جامعة الدول العربية او في اي مكان لانشاء هيئة مستقلة او هيئة مثلا ترعى هؤلاء الشباب او ترعى تلك العقول ويكون لديها ايضا الدعم المادي لان الصرف كما اشارنا انا والاستاذ طلعت او الاستاذ عاصر عفوا بهذا النقطة الاساسية هي موضوع الصرف زائد موضوع للخبرات البشرية توحيدة كما قلت لك سيد الكريم ينبغي تصدير تلك العقول لكافة الدول التي لا تملكها وبنفس الوقت هي عملية الصرف الدول القادرة ان تدعم الدول غير القادرة لكن يعني مثال يعني دول ربما الهند سيد عاصم يعني تجاوزت هذه العقبات الموجودة وربما كثير من الدول العربية ليس لديها هذه العقبات في مجال التبعية التكنولوجية وايضا احظت كثير من التقدم في هذا المجال والهند مثال ممتاز يعني الهند مثال ممتاز لانهما قدروا مش انهما مثلا مجرد يزودوا الاستثمار او الفلوس او كذا لا هما خرقوا بيئة محفزة للشركات انها تنجع في مجال التكنولوجيا المعلومات يمكن ان احنا تنقشنا في الموضوع ده والمثال اللي انا حب اديه مثلا دولة البرازيل في كورت القدم هل الشخص البرازيلي موهوب اكتر من غيره في كورت القدم لا البرازيل دولة منخها يتنفس كورت القدم وبالتالي الملعب موجودة المدربين موجودين التقنيات بتاعة اللعبة موجودة المدربين الرياضيين الموجودين المعالجين الحكام كل الصناعة لكن احيانا ليست المسألة متعلقة بالمناخ هناك من يرى ايضا مسألة التعليم وايضا حتى التعليم الجامعي والاهمام بالمسألة العلمية المناخ ده قصدي المناخ هو تعليم هو صناعات مكملة هو كان الاستاذ كوكش بيقولك ان احنا يهمنا الثقة الثقة ده جزء من المناخ لما المناخ يبقى موجود ان انا بسق في الحاجة وان انا عارف ان المنتج موجود وان انا بشجعه وعندي فخر قومي به هو ده المناخ اللي انا بتكلم عليه لما المناخ ده يتوجد وهو ده مش مجرد صرفة أو كذا هو أولوية وطنية لما نفخر ان احنا الحرب بتاعتنا هي حرب صناعية حرب تكنولوجية ده هو اللي انا بتكلم عليه هو نوع من انواع الرؤية ولو تواجدت الرؤية دي وتواجدت تصميم على تحقيق الكلام ده ده انت بتكلم على نشق بتربيه يعني هل في المدرسة مجرد ان احنا بنحفظهم اناشيد كيف هي ولا نكتري نحسسهم ان انت محتاج تبقى منتك نعم يعني اتحديث عن وجود مثال يحتدى به في مجال التكنولوجيا او ايضا يعني مثال ناجح قد يكون يعني سيد يعني كوكش الى اي درجة تعتقد انه يمكن يكون هناك مثال او على ارض الواقع يوجد مثال يحتدى به يمكن ان يدفع الدول او حتى المؤسسات المعنية في هذا المجال الى المضي قدما يعني التشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا نعم انت تقصد مثال كدولة او مثال كمؤسسات كأشخاص او مؤسسات يعني استطاعوا تحقيق يعني نجاح ما في مجال التكنولوجيا نعم اذا شاهد براءات الاختراع التي سجلت في المنطقة مؤخرا يمكن ان اشرت في البداية الى احدى براءات الاختراع وهو طبعا نموزج اتوقع له النجاح الفائق هي طبعا سواء كانت على صعيد الصناعات العسكرية او الصناعات الامنية مثلا ذكرت منذ قليل مثال السيارة الذكية التي تجيب المطار بحثا عن الممنوعات او تفتش الافراد او تستطيع ارسال اشارات بمجرد اقترابها من احد الاشخاص الذي يحمل مثلا المواد محظورة او ما شابه فهذه ايضا براءة اختراع تم تسجيلها مؤخرا في دولة الامارات العمري المتحدة وصار باذن الله طبعا لتصديرها لباقي الدول في العالم هذا ايضا واحد من النماذج الموجودة نحن نتكلم على الخبرات الخبرات موجودة ولكن بحاجة مثل مذكر الاستاذ عاصم ايضا بحاجة الى تشجيع هؤلاء الافراد طبعا الى العمل المتواصل العمل الدقوب سواء كان الدعم المادي او الدعم المعنوي في هذا الموضوع الخبرات موجودة سيد العزيز ولكن بحاجة الى نوع من التطوير الخروج من عنق الزجاجة طبعا وزرعة الثقة لدى الجمهور في تلك المنتجات يعني المؤسسات تعلم ان هناك عائد مادي المؤسسات تبحث عن هذا العائد المادي اذا كانت مثل هذه الاختراعات يعني ستحقق لها العائد المادي لماذا هذا التردد في الدخول ودعم مثلا التكنولوجيا معينة وبراءة اختراع معينة السؤال ممتاز واعتقد ان المشكلة الاساسية هل احنا بنبص للمدى القصير زيادة على لزوم ما بنبص المدى المتوسط والمدى الطويل ولا هل المؤسسات بتستثمر جزء من دخلها في التعليم وانه يتجهز الطالب ان هو لما يتخرج يبقى جهز العمل في المؤسسات دي احنا عندنا كم شركة اتصالات وطنية في العالم العربي عندنا عدد من الشركات في الامارات وفي السعودية وفي مصر شركات وطنية مش اقصد بيها انها مش شركات تابعة لشركات اجنبية سعر الشركات دي لو عملت استثمار كلهم مع بعض في تعليم مجموعة النهاردة الدخل بتاع شركات الحاسب المحمول بينكمش لانه بيهرب لواتس اب وبيهرب الواي فاي وبيهرب لغيره فالنهاردة لو عيد لانه يعيد استثمار جزء من دخله في تطوير بيئة اللي انا بتكلم عليها بيئة محفزة للشباب انهم يعملوا تطبيقات حاسب قالي انهم يعملوا خدمات يعملوا بيع وشرع عن طريق الحاسب القالي التجارة الالكترونية كل الكلام ده هل الاستثمار ده وفكر الاستثمار في المستقبل موجود عندنا ولا احنا بنفكر في المدى القصير بس لما يكون الفكر ده موجود عندنا المنظومة لازم تكون كبيرة المنظومة ما فيش شخص هنديله فلوس ونقول عنده خبرة وهيشتغل انت لو عاوز تتكلم على نجاح وطن يبقى بتتكلم على استثمار وطن كمان والوطن عبارة عن مكونات في حكومة عندها رؤية في شركات عندها هدف طويلة المدى كل دول لازم يتكادفون مع بعض والبداية دايما هرجع أقولك في التعليم نعم يعني بالحديث عن تأثيرات التبعية سؤالي لك دكتور معتز يعني الحديث عن تأثيرات يعني إلى أي درجة أو العناصر التي قد تدفع الدول بالفعل من هذه التبعية ما هي المؤشرات أو التأثيرات التي يجب الأخذ بعين الاعتبار وأيضا أن الدول تحاول أن تبتعد عن أو تقلص فجوة التبعية هذه نعم طبعا ليس بالضرورة أن تكون هناك دولة واحدة ناجحة في كل مجالات التكنولوجيا طبعا شرحت في البداية أنه بمجالات تكنولوجيا كثيرة ولا بأس من الاعتماد على الدول الثانية نحن لا نريد أن نتخلص بشكل كامل ما نشاهده مؤخرا بزيادة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا زيادة الاهتمام في قطاع التكنولوجيا وتخصيص ميزانية خاصة لقطاع التكنولوجيا ووجدنا مثلا أن منطقة الخليج وخاصة الإمارات قد تميزت في موضوع الحكومة الإلكترونية وبالتالي شهدنا أيضا أن هناك ارتفاع بحجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع التكنولوجيا أو الانفاق على قطاع التكنولوجيا ورح يصل إلى 8 مليارات دولار فهذه كانت أول النتائج أو النتائج الملموسة للتخلص من عقدة التبعية والتي لن نخلص منها بشكل كامل خلال 10 أو 15 سنة قادمة ولكن نتمنى بتضافر الجهود أن نتخلص شيئا فشيئا في الماضي كنا نعتمد على أسليب الحكومة التي تأتينا من الخارج استيراد القوانين أو قواعد الحكومة الإلكترونية اليوم نقوم بتصديرها إلى دول غربية فأتمنى أن نطبق هذا النموذج الحكومة الإلكترونية على باقي أنظمة التكنولوجيا الموجودة أشكرك إذن دكتور معتز كوكش خبير تقنية المعلومات كنت معنا من دبي وأكل الشكر لضيفي هنا في الاستوديو المهندس عاصم جلال استشاري تكنولوجيا المعلومات في شركة جي أنكي شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا حوار المساء وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم يمكن لمن فتت حوارات المساء العودة إليه على موقعنا skynews.abia.com موعدنا يتجدد غدا في الخامسة بتوقيت جرينيت التاسع بتوقيت أبو طبي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر